موسيقى موجز الأخبار من يمن شباب أهلا بكم طالبت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات بتحقيق دولي شفاف وعاجل في كل قضايا الانتهاكات لحقوق الإنسان التي ارتكبتها ميليشيا الحوث الإرهابية في محافظة البيضاء ومحاسبة كل المتورطين وفقا للمواثيق والاتفاقيات الدولية وقواعد القانون الدولي الإنساني وقالت الشبكة في تقرير جديد أصدرته تحت عنوان محافظة البيضاء بين القتل والحصار قالت إنها رصدت أكثر من سبعة آلاف وسبعمائة انتهاك ارتكبتها الميليشيا منذ مطلع العام 2015 وحتى يوليو من هذا العام في المحافظة وجاءت جرائم القتل في مقدمتها بأكثر من ثمانمائتين وأربعين جريمة أعرب سفراء الاتحاد الأوروبي لدى اليمن عن قلقهم العميق إزاء استمرار ميليشيا الحوث الإرهابية في اختطاف عشرات الموظفين في الوكالات الأممية والدولية والمحلية وإخفائهم منذ أكثر من ثلاثة أشهر دعينا إلى الإفراج عنهم دون شروط وقال السرفراء في بيان جديد إن استمرار اختطاف الحوثيين للموظفين الإنسانيين دون أي تواصل معهم لأكثر من تسعين يوما حتى الآن يعوق بشدة قدرة المجتمع الدولي على مساعدة ملايين اليمنيين المحتاجين إلى المساعدات بشكل عاجل وفي سياق المتصل جددت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية مطالبتها لميليشيا الحوثي بالإفراج الفوري عن موظفيها وموظفي الوكالات الأممية والدولية والمحلية المختطفين في سجونها وقال السفير ستيفن فاغن في بيان نشره على حساب السفارة على منصة إكس إن الميليشيا تواصل اختطاف 12 من موظفيها لأكثر من ألف يوم إضافة إلى اختطافها موظفين محليين آخرين يعملون لدى المنظمات لأكثر من ثلاثة أشهر متعهدا بمواصلة جهود بلاده للإفراج عن جميع الموظفين والعاملين في المنظمات والبعثات الدبلوماسية المختطفين استشهدت ناشطة أمريكية من أصل تركي متأثرة بإصابتها برصاص الاحتلال في الرأس اليوم الجمعة ببلدة بيتا جنوبية نابلس في الضفة الغربية وذكرت مصادر فلسطينية أن الشهيدة هي متطوعة ضمن حملة فزع لدعم وحماية المزارعين الفلسطينيين من انتهاكات الاحتلال والمستعمرين يأتي هذا بينما شيع الفلسطينيون اليوم الجمعة جثمين أحد عشر شهيدا ارتقوا خلال اجتياح قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدينتي جنين واطول كرم ومخيماتهما شمالية الضفة الغربية قالت صحيفة فينانشال تايمز الأمريكية إن الجيش الأمريكي يستعد لاحتمال انهيار محادثات وقف اطلاق النار بين حماس والاحتلال الإسرائيلي وأعرب رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال سي كيو براون عن قلقه من تأثير توقف المحادثات على التوترات الإقليمية في وقت ترى فيه إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن محادثات وقف اطلاق النار هي المفتاح لخفض التوترات في المنطقة وتجنب نشوب حرب إقليمية شاملة وفق الصحيفة ذاتها ختام الموجز إلى اللقاء